سيد أمو محمود السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا شيخ؟ إزاك يا أمي ربنا يرديك إزاك يا حضرتك كلتنا وحضرتك طيب وحضرتك بالصحة والسلامة الله يبارك لك يا رب والله يا شيخ أنا أنا في قرب عايزة الدعاء بتاعك بس في قرب جامل ادعيلي ربنا يفوق قربي وأنا جوزي متوفي فأنا هو كان يعني كان في رمضان ما كانش صام العشرة الأخارة هل يجوز أن أنا أصوم له اليمن دول لغاية ذو الحجة لغاية اليوم التاسع حاضر سكرين أفضلك بالله عليك تدعيلي فوق قرب يا رب حاضر يا أمي حاضر يا أمي رحم الله الزوجة الكريم رحمة واسعة وأسكنه فسيحة جناتي وأسأل الله العلي القدير بنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إننا توسل إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك سيدنا محمد شفيعنا إلا فرشت كربة أختنا أم محمود فرج اللهم قربها ويسر حالها وأزح همها وأزح غمها واكشف عنها ما هي فيه بحق هذا اليوم المبارك وبحق تلك الأيام المباركات وبحق تلك الساعة المباركة وبحق دعوة من دعوات الصالحين تؤمن على ما نقول اللهم أمين سيد أم محمود قالت حتى جميلة أوي سألت سؤال حلوة أوي هو ينفع يا عم الشيخ اللي هيصوم العشر الأول من ذي الحجة يصوم بنية القضاء سواء لنفسه أو عن غيره من رمضان آياجوس ولا شيء في ذلك مطلقة أن يجمع بين النيتين فلا حرج عليه مطلقة ولو أنت تأخرت شوية أنا كنت أقول الحتة دي أم محمود ولكن الخير فيك بالسبق إن شاء الله يبقى يجوز أن حضرتك تصوم أو حضرتك تصوم العشر الأوائل من ذي الحجة بنية القضاء من رمضان أو بنية كفرة نذر أو بأي نية عليك لا بأس أن تجمع بين النيتين ست موسمية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله ورفع قدرك ربنا يخليك لو سمحت يا فضلت الشيخ أنا كنت عادي أسأل إحنا بصلي بواما بالفجر يعني صدقاتين كامل للبطرة قبل الفجر ذلك ده كويس ولا صلوهم بعد العشة زي الفل جميل ماشي طب بعد إذن حضرتك يا سيدنا الشيخ النفسي حضرتك تدعي لنا قوي أنا والكواتي وبصلاح لحلنا وأولادنا وتدعي البابا ربنا يفوق قربه ويسد دينه يا رب الله مأمين كده وإستدى المشاهدين إن شاء الله حاضر يا سيدة أم سمية حاضر قيام الليل بيبدأ من إمتى بيبدأ من بعد صلاة العشة يجوز إن أنا خلص صلاة العشة وبعدها بنص ساعة أو بعدها بعشر دهائق أصلي أوه لو أنا بنام بدري أوه ما فيش مشكلة طب لو أنا عندي يقين إن أنا هصحى يبقى تأخير الصلاة أفضل إلا إذا خفت ضياع الوقت مني بالنوم لكن لو أنت عندك يقين إن أنت صهران أو حضرتك هتصحى وعارف إن أنت تصحى يبقى أخر أخر للثلث الأخير من الليل ففيه تجاب الدعوات وفيه تفرج القروب أسأل الله العلي القدير أن يزيح هم الوالد الكريم وأن يسد دينه وأن يفرج هم وأن يحفظ شملكم وأن يحفظكم من كل سوء وشر ومكروه اشتركوا في القناة